مرحبا بكم في حلقة جديدة الحقيقة موضوع الحضارة السومرية يشغل البال كثير السؤال الأساسي في هذه الحلقة ليس عن كل الحضارة السومرية فهي مجال واسع جدا وضخم لكن سؤال هو لماذا انفردت الحضارة السومرية بكونها أول حضارة في تاريخ طبعا كان الاتجاه العام لغاية ما يقرب تقريبا منتصف القرن الماضي منذ القرن التاسع عشر وما قبله أن الحضارة المصرية هي الحضارة الأولى في العالم إلى أن بدأت الاكتشافات الآثارية لسومر في منتصف القرن التاسع عشر صعودا إلى تقريبا منتصف القرن العشرين الدفعة الأساسية اكتشفت في هذا الوقت من الأثار ووجدوا شيئا مهولا يعني لحضارة تسبق الحضارة البابلية وتسبق وجود الأكاديين في بلاد واد الرافدين وأن لها لغة خاصة وشعب كامل له وضع خاص وتوصل فيما بعد العلماء بجهود كبيرة جدا من العالم الكبير لسامو أينوح كريمر إلى أن هناك حضارة كبرى سبقت كل حضارات العالم هي الحضارة السومرية لماذا أتبرت هذه الحضارة هي الحضارة الأولى في العالم؟ الحقيقة مجموعة أسباب أهم سبب رقم واحد في هذا الموضوع هو اختراع الكتابة لماذا؟ لأن الإنسان عاش لنفترض إلى الآن 100% من حياته 99% أو 98% من حياته هي في عصور ما قبل التاريخ وقد تحدثنا عنها لكن هذه الـ 2% أو الـ 1% الأخير هو ما نحن فيه من تاريخ الذي يبدأ التاريخ من 3200 قبل الميلاد إلى الآن يعني في حدود التاريخ صار عمره تقريبا تقريبا 5200 سنة في هذه الخمسة تاريخ نسميه التاريخ ما قبله نسميه ما قبل التاريخ هذه تبدأ بسومر التاريخ يبدأ بسومر لماذا؟ لأن هناك فاصل بين التاريخ وما قبل التاريخ هو الكتابة اختراع الكتابة يشبه اختراع الزراعة في الماضي القريب يعني في النيوليت يعني ولذلك عندما اخترعت الكتابة يعني يشبه اكتشاف الزراعة عفوا اخترعت الكتابة في 3200 قبل الميلاد في بلاد سومر في جنوب العراق وتحديدا في مدينة أوروك في معابد أوروك وجدت أول الألواح التي كانت تؤشر بداية الكتابة والكتابة هذه ليست هي الأبجدية حتى لا نتوهم هي الكتابة المقطعية التي كتبت بها اللغة السومرية كتابة صورية يعني لسه ما صاير عندنا ما موجود عندنا رموز للكتابة سواء الرسومات الصغيرة التي تعبر عن الأشكال ودلالتها إذن الكتابة بدأت من جذور جذورها من الفن التشكيلي من التصوير العادي للإنسان الذي بدأ يضعها وهناك نظريات كثيرة بالمناسبة حول كيفية نشو الكتابة لا مجال لذكرها الآن لأن موضوعنا السوميون نقول أن في 3200 اكتشفت في أوروك أولا ثم في كيش ألواح تؤشر ما نسميه بالبيكتوغراف الذي هو الكتابة الصورية الأولى هذه الكتابة الصورية الأولى هي اللي كانت الأم الأولى للكتابة المسمارية في بلاد واد الرافدين على الأقل لكنها وهي صورية انتشرت لأكثر من بلد وبشكل خاص إلى بلاد واد النيل وغريت وحتى بلاد السنت وهناك هذا البيكتوغراف تحول إلى بيكتوغراف هندي بيكتوغراف مصري بيكتوغراف غريتي وهكذا إذن نحن أمام أول بيكتوغراف كان موجود في سومر ثم تنوعت في بيكتوغرافات أما الكتابة في سومر رفسها فتحولت إلى كتابة مقطعية أولى ثم كتابة مسمارية كما يعرف الجميع ذلك ولم يكن هناك تدوين واضح ودقيق لزمن يمتد بين 3200 إلى تقريبا 2600 لماذا؟ لأن الكتابة لم تكن قادرة على التعبير عن كل شيء ما زالت تتطور يعني كيف ننقل اللغة إلى كتابة كيف نحول اللغة إلى كتابة هذا أمر ليس بالسهل يجب نحتاج من خلاله يعني نحتاج إلى تطوير أدواتنا فظهرت أولى النصوص أيضا في المعابد تقريبا السومرية في حدود 2600 قبل الميلاد وكانت أول النصوص الواضحة التي فيها معنى وفيها جمل كاملة هي وصايا شروباك وترنيمة لإنشاء معبد كيش وقد ترجمت هذه النصوص قمت بترجمة النصين في أكثر من كتاب ظهر لي في هذا الموضوع عموما هذه النصوص رسميا إذا صح التعبير نعتبر أن الكتابة قد نشأت في 3200 السومرية كانوا قد وجدوا يعني ظهرت ملامحهم واضحة في حدود 3800 قبل الميلاد يعني بين وجودهم في جنوب واد الرافدين لغاية ظهور الكتابة يعني حوالي 600 سنة بين ابتداء الكتابة إلى ظهور النصوص الواضحة الدقيقة التي تعني لها معاني ولها نصوص أدبية يعني أيضا 600 سنة أخرى فنحن أمام عملية معقدة لم تكن سهلة عندما ندرس الحقيقة نعرف مدى التعقيد الذي فيها وخصوصا أن اللغة تنتج عنها لهجات واللهجات كيف تدون هذا أمر يعرفه علماء اللغة واللغات القديمة بشكل خاص ناحية الثانية المهمة جدا أن الدين كان عامل فعال جدا وأساسي الدين الشومري تكونت عناصره مكوناته الرئيسية والثانوية أربع مكونات تكونت في هذا الزمن تقريبا يعني عندما نقرأ عن فترة جمدة نصر وأوروك الثانية والأولى حتى نشاهد معابد غير طبيعية على الإطلاق معابد ضخمة جدا للإله آن وللإله إنانا ولآله أخرى هذه المعابد ثم نسبقها طبعا هناك معابد في أريدو كانت موجودة هذه النقلة الكبيرة جدا أوضحت لنا أن هناك جماعة دينية أن هناك نظام مؤسساتي ديني أن هناك عقائد أن هناك أساطير أن هناك تقوس أن هناك تصورات لمبعد الموت أن هناك سير لملوك وأبطال ورجال دين وهكذا نرى أن عناصر الدين السومري قد اكتملت فأصبح هذا محور مهم جدا من محاور تكون الحضارة السومرية الحضارة السومرية أيضا تتكون لأول مرة حضارة فيها 12 مظهر كامل المظاهر الحضارية أو المكونات التي تكون الحضارة 12 و emple يعني هناك جانب سياسي وهناك جانب اجتماعي وهناك جانب اقتصادي وهناك جانب ثقافي وهناك جانب ديني وهناك جانب أخلاقي وهناك جانب جانب مادي و جانب ثقافي و فني و جانب أخلاقي وهذا هو المهم امتلكت السومر طرازاً رفيعاً جداً نشو هذه الحضارة لماذاbahn وأنه الشعب السومري كان شعباً مسالماً لم يدخل في حروب إلا وهو مجبر تكالبت عليه كل الشعوب التي حوله حتى أجهضته وهو كان شعب يقدم للبشرية وهذا أعضب الصفة الأخيرة اللي فيه أنه قدم نواميس البشرية الأولى في كل الحقول تقريبا ما هي هذه الحقول؟ قدم الرياضيات الستينية التي أصبحت رياضيات الساعة والفلك وغيرها قدم لنا الدين والأساطير بشكلها الكامل تقريبا قدم علوم الكيمياء وقدم لنا الهندسة قدم علم الرياضيات كاملا تقريبا حتى وصل إلى المعادلات الجبرية قدم لنا الجغرافية قدم لنا حتى حوليات التاريخ أصبح يدون التاريخ بطريقته بدليل ثبت الملوك السومري على سبيل المثال رغم أنه كتب شوي متأخر عنه لكنه سومري الذي يؤرخ للملوك وللمدن وكذا في بلاد واد الرافدين منذ ما قبل الطوفان منذ أريدو حوالي 5000 قبل الميلاد وصولا تقريبا إلى الثاني قبل الميلاد فقدم لنا الحقيقة في الجغرافية وفي التاريخ وفي الطب قدم لنا أشياء عظيمة جدا وكثيرة جدا من الطب الروحي والطب النفسي الطب الجسدي أدوات الجراحة قدم لنا أهم شيء القضاء والقانون قدم لنا قوانين هناك خمس أنواع من القضاء قدمها لنا السومريون قبل حمرابي يعني خمس لوائح قانونية من ضمنها أهمها لبت عشتار وشريعة أورنمو وإلى آخره والحقيقة الآن بعد أن رأى العلماء أن هذه الحضارة لها مكونة خاصة التي تختلف بها عن كل الحضارات الأخرى بصراحة لأنها حضارة مؤسسة للبشرية بأكملها هذه الحضارة أصبحت حقل قائم بذاته فأصبحنا نطلق عليه السوميرالوجي علم السومريات علم السومريات الآن له علماء كثيرين جدا وله أجيال من العلماء الذين يشتغلون عليه بتفاصيل كثيرة ربما أذكر لكم بعض هؤلاء العلماء رغم أني دونت أغلبهم في كتبي التي ظهرت عن الحضارة السومرية يعني كان بدأ بول أميل بوتا إدوارد هينكس، هنري رولس الذين من العلماء البداية الذين أسسوا يوليوس أوبرت هذا الذي اكتشف الحضارة السومرية وأسماها بها ثم مجموعة ثم ساموئي نوح كريمر ثم بدأت علماء ينتشرون في كل العالم كراوس، لاميرت، لانكتون، ميشالفسكي، جاكوبسين، ثوركل كلهم اشتغلوا الحقيقة في فالنكشتاين، آدم فالنكشتاين وفان دايك، وغرين، وهالو وحتى عدنا علماء عراقيين من ذمنهم دكتور مرحوم فوزي رشيد ودكتور مرحوم فضل عبد الواحد علي وكثير من العلماء الحقيقة اشتغلوا في هذا المجال وترجموا عن السومرية الكثير ومرغم أن هناك لن أبالغ إذا قلت لكم عشرات الألف وربما مئات الألف من النصص السومرية والرقم السومرية الموجودة في متاحف العالم والتي لم تقرأ إلى الآن لأنها ببساطة تحتاج إلى أجيال من العلماء حتى يكون هذه الكتابة واللي لا يفرط بها بسهولة إلا لمن هو مختص في هذا المجال هذا ما أريد أن أقوله أن هذه الحضارة لها مكانة خاصة في التاريخ باعتبارها حضارة مؤسسة للحضارات البشرية التاريخية شخصيا قدمت لها ما أستطيع قدمت كتابي الذي يعرفه الكثيرون وهو كتاب الحضارة السومرية وقدمت لها كتاب سفر سومر وقدمت لها كتاب الدين السومري والديانة السومرية وهو كتاب أشمل من الدين السومري وقدمت ربطت علاقتها بالمندائيين وقدمت أصول الناصرائية المندائية في أريدو وسومر وكتب الميثيولوجيا السومرية الآن كتاب جديد سيظهر قريبا جدا حضارة مهمة جدا وهي حضارة مؤسسة لحضارات وادي الرافدين وشخصيا أعتقد أن شحنتها امتدت في الحضارات البابلية الأكاديين ثم البابليين ثم الأشوريين لكن أيضا امتدادها من وجه التضريع الصحيح ذهب إلى الحضارة المصرية وهذا موضوع سنناقشه في وقت أو في حلقة منفردة ربما خاصة بالحضارة أو علاقة الحضارة السومرية بالحضارة المصرية أشكركم جدا لمشاهدتكم الكريمة ونلتقي في لخاء آخر شكرا جزيلا شكرا جزيلا